ماتشاتر عودة في دوري أبطال ماتشات ممتعة بايم يونخ بيصعد دور ربع النهائي وفاريسان جرمان أيضاً يتأهل لأول مرة من فترة حقيقة جمانة فعلاً مباراة جميلة وفيها كده كرة حلوة هيتكلم عنها مع حضراتكم وكمان عن اللقاء المرتقب لقاء القمة ما بين الأهل والزمالك مع الأستاذ عبد الرحمن بدري الناقد الرياضي والصحفي دي الدستور اللي نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر صباح الخير على حدث حبدأ بايرم يونخ بيصعد لدور التمانية ببوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه على لاتسيو بثلاثة أهداف مراد شايف أداء بايرم يونخ إزاي وصوله للربع مرة على التوالي هو بايرم يونخ من المعتاد لون هو بيصعد لأدوار الإقصائية من الآخر ثلاث مواسم هو اتأهل لدوره بالنهاية ولكن ما قادرش يتجوز الدور ده لكن المسم ده تأهل بايرم يونخ مختلف شوية لأن بايرم يونخ بيعاني على مستوى الدور الألماني بيخسر نقط كتير لصالح بايرلي فاركوزين وبقى أوريب أنه يخسر لقب الدوري اللي حقق 11 مرة على التوالي غالبا هيخسره الموسم ده لحد دلوقتي هو فارق 10 نقط عن بايرلي فاركوزين فالفريق في حالة صالح بايرم يونخ قياسي في دور الألماني بالضبط 11 مرة على التوالي مفيش فريق يدري حققه بالضبط والحمل اللقب هو صاحب رقم القياسي في التتويج فأنه الفريق بيعيش حالة من التزابزب وفقدان النقاط في الدور الألماني فكان فوزين بارح دافع لي أنه يرجع الفريق تاني يبتدي استعيد توازنه كمان كان توماس تخيل مهدد بالإقالة الفورية في حالة الخسارة أمس بدل من أنه كان هيرحل في نهاية الموسم فالفريق قدر أنه يستعيد توازنه خصوصا أنه ماتش الزهاب هو بايرم يونخ مقدمش مباراة سيئة ولكن لعب مباراة جيدة جدا بس كان عنده سوق توفيق في إنهاء الفرص والهجمات طيب شايف ده زبزب بايرم يونخ بايرم يونخ فريق كبير جدا بالضبط هو بايرم يونخ عنده بقاله حوالي ثلاث سنين بالضبط هو عنده أزمة في موضوع الاختيارات العيبة والصفقات بتاعته وكمان الألية بتاعت الشغل النادي اللي بدأت تتغير من وقت للتاني بيجيبه المدرب وبعدين يبتدوا بعد فترة بسيطة كان هم بايرم يونخ دايما عنده ألية باختيار المدربين بتاعه إن هو بيجيب مدرب موافق لي وماشي مع الألية اللي هو بيشتغل بيها مدرب متوافق مع أفكارهم بتدوا يغيروا يجيبوا ناجلس مان من كان مدرب ليبزيك بعد ما جاء ناجلس مان كان أفكاره مختلفة شوية ولكن حصل أزمة مع إدارة بايرم يونخ وحصلت أزمة مع اللعيبة الكبار هو دايما في بايرم يونخ في أزمة اللي دايما بتعطى الفريق هي اللعيبة الكبار وسطوتهم على النادي دايما في خمس أو أربع لعيبة كبار ليهم سطوتوا على الإدارة ليهم سطوتوا على المدرب ووقع ناجلس مان في أزمة معهم خرج من الفريق ابتدى الفريق يدخل في حالة من تغيير المدربين هانز فليك وبيفقد نقاطه وبيخسر بطلواته كان قريب موسم الفات أنه يخسر الدور الألماني له لأن بروسيا دردو متعطل في آخر جولة فبارم يونخ أزمته دايما أو أزمته في الوقت الحالي أنه في تغيير الأليات أكتر من مرة في الثلاث سنين اللي فاته فده بيعمل عقل الفريق رغم فوزه على لاتسيو بتلت أهداف دون رد المباراة ما كانتش سهلة على بارم يونخ وكمان لما نبصة كمان على المباراة الذهاب مع لاتسيو كانت برضو مباراة صعبة على بارم يونخ بالضبط هو لاتسيو فريق ممكن فريق متصف جدول في الدور اللي طالي دوقت في المركز التاسع ولكن هو فريق عنده مدرب موريسيو ساري بيقدر نويل عب المباراة الكبيرة ومدرب عنده فكر وتكتيك قوي جدا ومدرب من المدربين اللي قدرت تحط اسمها بقوة في السنوات الماضية يمكن مع نابلي مع تشيلسي ما نجحش قوي ولكن قدر يرجع تاني مع لاتسيو يقدم مباراة كبيرة في مباراة الذهاب عطل بارم يونخ عن انه هو يوصل للمرمى رغم الهجمات الكتيرة اللي وصلت لسبعتاشر هجمة على المرمى ولكن بدون اي تزديدة يعني سبعتاشر هجمة بدون اي تزديدة على المرمى فلاتسيو قدر يلعب مباراة كبيرة في ماتش الزهاب وكمان الشوت الاول حد ديها تسعة وتلاتين تقريبا هو حارم بارم يونخ من انه هو يوصل لمنطقة الجزاء وليوصل للمرمى لحد ما هاريكين قدر يفك الازمة فلاتسيو لعب مباراة كبيرة وكان خصم صعب وطبيعي الخصوم اللي بتوصل لدور 16 بدور افطال الربا بيكون فرق صعب طيب في نفس السياق باريس انجرمان كما تقهل لربع نهي الابطال بعد فوزه على ريال سوسيداد شايف باريس انجرمان يقدر يحقق لقب البطولة الثانية ما اعتقدش هو باريس انجرمان دايما مرشح للفوز بدور الابطال لامتلاكه لنجوم كبيرة وكاليا نبابي وكان بلكده نمار وميسي ولكن ازمة باريس انجرمان انه هو الفريق ما عندوش خطة واضحة زي ما كنا بنقول عن بارمينخ انه هو بيبدل الخطط كتير لا هو باريس انجرمان ما فيش خطة واضحة النادي بيبتدي يشتغل بيجيب المدرب بيسيب المدرب بيشتغل وبعدين بعد فترة بسيطة اول ما يبتدي يفشل يقيله على عكس مثلا ما حصل في منشستر سيتي نادي ملوش اي ارث قروي جاب بيب جورديولا بيبتدي يشتغل معاه وسبله كل المساح انه هو يشتغل يشتغل على فرق الناشئين يشتغل على السكاوتينج يشتغل على تسويق اللعيبة مشى اللعيبة غير ملغوب فيها في الفريق وابتدي يجيب لعيبة تانية هو قادر على تطويرها ووصل لبطل دوري بطل الورب باريس انجرمان ما بيحصلش معا كده باريس انجرمان واخد الموضوع تسويقي اكتر لانا جيب نجوم كبيرة لعيبة ليسيت وادخل انافس الفرق الكبيرة بشكل مباشر وده مش هيحصل بسهولة لان هو لازم يبدأ الموضوع واحدة واحدة يبتدي يبني فريق له ويبني لنفسه استراتيجية وقرص كروي الاول وبعدين يبتدي نفسه على القطة هو على مدى تاريخ دوري ابطال اوروبا لم يحصل على اللقب لم يتوج من قبل خالص لقب الفرنسي والحلي كان مرساليا كان نادي مرساليا في رأيك بقى ابرز الاندية المرشحة للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا هو لما نيجي نتكلم عن المرشحين لدوري ابطال اوروبا فرقم واحد بيجي ده ندي ريال مدريد ريال مدريد طبعا رقم القياسي للفوز بالالقاب رقم القياسي كل الارقام الايجابية ريال مدريد الاكثر فوزا الاكثر تأهلا للادوار الاقتصائية الاكثر تأهلا للمباراة النهائية الاكثر تارضا في البطولة كل الارقام الايجابية والسربيه وكل الارقام احتكرها ريال مدريد فبيجي ريال مدريد مع المستوى الجايد اللي الفريق بيقدمه في الموسم ده خصوصا في الدوري الاسباني وتصدره لبطولة الدوري الاسباني كمان رغبة ان الفريق ان هو يستعيد لقب دوري ابطال اوروبا ويواصل رحلته باللقب الخمستاشر فريال مدريد بيجي انا بالنسبة لي هو المرشح الاول دايما في البطولة بعد كده بيجي منشستر سيتي بحامل اللقب فريق من اقوى الفرق اللي جات في تاريخ الكرة انا بشوف ان منشستر سيتي جورديولا عمل برشلونة 2009 جديد كم مع الفارق ان هو ما عندوش ميسي في منشستر سيتي بسخلق اكتر من اللاعب واكتر من حلب بيستخدم كل اللعيبة بكل الطرق الممكنة ان هو يحقق الفوز بيجي بعد كده باير ميوني اعتقد هما دول الثلاث فرق الاقوى والاقصر ريال مدريد منشستر سيتي وبيرمين طيب بما انك كلمت على ريال مدريد شايف المتش ما بين ريال مدريد وليبزيج شفت المباراة زي ريال مدريد ليبزيج فريق منظم بيلعب كرة قدم حديثة من وقت ما كان مع الناجلس من في 2019 فالمباراة مش هتكون سهلة على ريال مدريد ولكن ريال مدريد دايما بيحسم المباراة الكبيرة في دورة ابتالة اوروبا بخبرات اللعيبة وبالارث بتاع ريال مدريد انه ريال مدريد دايما بيكسب لانه هو ريال مدريد يعني كان دايما فيه ديجو سيميوني لما تهزم ريال مدريد في 2016 في نهاية دور الابطال كان فيه فيلم وسائقي بعد البطولة فحد هو بيقول انه ممكن تقول ان ريال مدريد بيكسب بالحظ بس انا بختلف معاك ريال مدريد بيكسب بتاريخه لانه هو ريال مدريد فدي الفكرة ان ريال مدريد بيدخل فريق ريال مدريد أنا ريال مدريد الموضوع بالنسبة له بيبقى فيه أفضلية له على أي خصم بيقابله لجانب تاريخه كمان تطوير الفنيات كمان لريال مدريد في كل دور وفي كل موسم بيلاقي ريال مدريد مختلف بقوته بالعناصر اللي موجودة فيه وريال مدريد ما فقدش قدرته على استخطاب النجوم ولا موسم حتى في كل الموسم اللي كان الفريق بيقدم فيها أداء سايق كان دايما هو الوجه الأولى لأي نجم ده لأن الريال مدريد دايما محافظ على قيمته التسوئية محافظ على أداته الإعلامية في أسبانيا وأن اللعيبة بتاعته بتقدر أن هي دايما تنافس على كل الألقاب بمساعدة الألة الإعلامية للريال مدريد اللي هي بتتمثل في الصحف وقوة ريال مدريد وقوة فلورنتينو بريز رئيس النادي فده بيخلي دايما الفريق وجهل أي نجم كبير عايز يظهر في أوروبا وعايز يطلع على الساحة زي ما حصل مع جود بلينجهام مرفض أن هو يروح لفيربول رغم كل الضغوط من عائلته وإدارة لفيربول ورغم أن عرض لفيربول كان ممكن يبقى أكبر من ريال مدريد ودايما اللعيبة الإنجليز بيحبوا يلعبوا في إنجلترا أكتر من أنهم يلعبوا براء فلما جاء له ريال مدريد وحس أن ريال مدريد هو الوجهة اللي تخليه يقدر ينافس على الألقاب يقدر ينافس على الألقام الفردية نبص الناحية التانية برضو اللي بيأكد الكلام ده كيلانين بابيه بكل الأداء اللي بيقدمه وكل الانفجار اللي هو بيقدمه مع باريس سان جرمان ومع منتخب فرنسا في السنين اللي فاتت هو مش بينافس على أي ألقاب مش بينافس على جوائز فردية بشكل كبير لأن ما فيش وراء آلق إعلاميات بتخدمه ما فيش وراء نادي قوي بيخدمه فدي عوامل كتير أو يبتدي ريال مدريد أفضلية في كل المسابقة اللي بيدخلها حتى في الصراعات على صفقات العيبة من دور الأبطال لكاس مصر شايف المباراة المرتقبة بين الأهل والزمالك إزاي؟ مباراة الأهل والزمالك دايماً ملاش حسابات مباراة قوية الفريتين داخلين المباراة بحالة فنية ممتازة نادي الزمالك ابتدى يستعيد قويته تاني ابتدى فريحة الانتصارات ويستعيد توازنه وجاب صفقات حل مشكلة القيد وبعدين جاب صفقات جديدة فأعتقد المباراة تكون صعبة على الفريتين ولكن أنا شايف أن دايماً في المباراة القيمة هم التسعين دي اللي بيحسموا يعني ممكن نتكلم كتير قوي في التكتيك واللي ممكن يحصل ومين يقدر يعمل إيه ومين عنده أخطاء ولكن دايماً التسعين ديها هي اللي بتحسم النتيجة طيب نقاط القوة والضعف في الأهل والزمالك قد قوة النادي الأهلي دايماً في الجناحين في وجود حسين الشحات وبيرسي تاو على الجناحين تحركاتهم والأدوار اللي بيعملوها مع لعبة وسط الملعب يعني بتشوف دايماً إمام عشور أو أجع أفشة أو عمر السلية لما بيلعبوا على في وسط الملعب خلف حسين الشحات أو بيرسي تاو بيبتدوا يتحركوا معاهم ويعملوا أدوار تبادل بالكرة بيخلق مساحة في دفعات الخصم ويخلي حسين الشحات أو بيرسي تاو قادر أنه هو يدخل لعمق الملعب يدخل لعمق منطقة الجزاء ويستغل الصغرة دي أنه هو يوصل لمرمى الخصم أما نادي الزمالك يا قوت نادي الزمالك أنا شايفة بتتمثل حالياً في وجود عبدالله السعيد عبدالله السعيد طبعاً عبدالله السعيد لعيب كبير جداً من أحسن اللعيبة في تاريخ الدور المصري أحسن اللعيبة في تاريخ مصر لعيب قادر أنه يتحكم في إقاع المباراة ضد أي خصم ضد أي فريق هو عارف إمتى هيتحرك إزاي بيقدر أنه هو يمسك الكرة ويحرك الفرقة ينزل وسط الملعب ويبتدي يستلم الكرة ويحرك زماله وبيلعب كرات طولية خلف دفعات الخصوم فدي نقطة قوت الزمالك الكبيرة في المباراة هيكون عبدالله السعيد بجانب الحافظ اللي عنده المعنى هو أنه هو يسجل قصاد النادي الأهلي للمرة الثانية في أول مباراة ليه كخص مليون بعد مع سجل في ماتش براميدز نقطة ضعف عن الفردتين أنا بشوفها متشابها أخطاء الفردية لعيبة الدفاعة يحصل عندها أخطاء فردية والإصابات كمان هتزود من الأخطاء الفردية لأن مثلا في النادي الأهلي في ياسر إبراهيم مش هيلعب يبتدي الأهلي يخش على البديل بتاعه ورامي ربيعة بعض الشيء بيكونش فيه تفاهم بين محمد عبد المنعي ورامي ربيعة وده ممكن يسبب أزمات للنادي الأهلي كمان محمد عبد المنعي من اللعيبة اللي تفقد السيطرة على نفسها وبيفقد أعصابه في بعض الأوقات وده بيخرجوا من المباراة بالنسبة لنادي الزمالك هو الزمالك عموما هو بيعتمد أصلا على حمزة المسلوسي لعيب باكرايد بيلعبه في قلب الدفاع فلعيب مش بيلعب في مكانه بيقد بشكل جيد ولكن ده مش مكانه الأساسي بجانب تذبزه بمستوح سامة عبد المجيد فبيخلي الفريق دايما عنده مشكلة في الأخطاء الدفاعي تمام الزمالك الأزمة التانية اللي عنده لعيبة وسط الملعب الأدوار الدفاعي بتاعتهم قليلة دايما لعيبة وسط الملعب المطلوب منه في حالة أن فريقه مش ممتلك الكرة يبتدي يتراجع للخلف ويبتدي يديق المساحية بينه وبين زميله في قلب الدفاع علشان يحرم الخصم أنه هو يستعيد الكرة أو أنه هو يسدد على المرب في النادي الأهلي يعتقد هيكون ممكن للأزمة أن تقدم لعيبة وسط الملعب وحبهم للهجوم في وجود إمام عشور أو عمر وعمر السلية أو أحمد نبيل كوكة إن كنت بفضل أحمد نبيل كوكة على عمر السلية فده تقدمهم للهجوم هيزيد من المساحات وممكن يتسبب في مشاكل كمان فيه علي معلول رغم أنه هو واحد من أهم الحلو جميع للنادي الأهلي ولكن في بعض الأوقات بيكون أزمة كبيرة للنادي الأهلي خصوصا أنه هو بيخطئ في الدفاع بيتأخر في التراجع لما بيكون بيهاجم بيتأخر في التراجع وبيتسبب في وجود صغرة وراه بيضطر لعيب المدافع أنه هو اللي جنبه يخرج يغطيها فبتحصل صغرة في موطقة الجزاء ممكن من خلال الخصم يوصل للمرمى طبخيني أرجع لنقطة حضرتك كلمتي فيها بفكرة أنه أهم نقاط القوة عند الزمالك عبدالله السعيد بزبط أكيد الأهلي أكيد هيعمل حساب النقطة دي أكيد طبعا طيب شايف عبدالله السعيد كنقطة قوة عند الزمالك الأهلي هتعامل معها إزاي وإيه تاني عند الزمالك يقدر أنه يعتمد عليه هو تعامل الأهلي مع عبدالله السعيد هو أنه يبتدي اللعيب توسط الملعب بيبقى فيه لعيب مكلف أنه هو يرائب عبدالله السعيد يحلم عبدالله السعيد منه هو يستلم الكرة بأريحية أنه عبدالله مسته دايما هو بيستلم الكرة هو أحسن لعيب أنا شفته في مصر بيستلم الكرة وضهره للملعب ويبتدي يلف ويتحرك فأنا لو العيب ملاصق لي وبيحرمه مثلا مروان عطية ملاصق لي وبيحرمه من هو يستلم الكرة بسهولة ويبتدي يلف ويتحرك ويحرك زميله ويكون الموضوع صعب عليه هيرتكب معه خطأ هيخرجه عن شعوره هينرفزه طبعا مش بطريقة سيئة يعني أقصد كرويا هيستفزه ويبتدي عبدالله السعيد ينشغل بحاجات تانية هذا بالنسبة ل... طب شايف مين أنسف حدهم كامل مروان عطية طب الغيابات ممكن تأثر على تشكيل الأهل والزمالك في المطش ده والله أنا أعتقد أن الغيابات هي الغيابات كتيرة في الفرقتين ولكن هو الغياب تحكي مع الأسماء برضو فيه أسماء كتير بالضبط هو فيه أسماء ولكن مثلا في الناد الأهلي هو الغياب المؤثر أنا شايفه مؤثر هو ياسر إبراهيم في خط الدفاع وسام أبو علي كده لسه بدئ يشارك مع الأهلي ولسه ما أخدش كامل الفرصة ففيه المهاجم البديل والله أنا شايف أن كل المفاجأة أنه هيعتمد على كهرباء كهرباء هيعتمد عليه خصوصا أن كهرباء برضو ابتدى الأمور تتحسن بعد حل أزمة الغرامة الموقع عليه من النادي الزمالك بالإضافة لأن كهرباء بيقدر يلعب مباراة الزمالك بشكل جيد بيقدر الأدوار المطلوبة منه بيقدر أنه يجمع اللعب ويحرك زميله ويستلم الكرة ويخلق مسحات الزماله في تحرك أكتر من أنتوني مودست جهزيته هتبقى أكتر رغم أن أنتوني مودست شارك في آخر موتشين أو كهرباء مشاركش لكن كهرباء دايما في مباراة الزمالك بيكون عنده جهزية وعنده حافظ أنه يقدي بشكل جيد فأعتقد غابه سيما أبو علي مش هيكون مؤثر قوي لكن ياسر إبراهيم هيكون مؤثر وكنت أفضلي أنا اللي عرفته والمعلومات اللي عنداني أن رامي ربيعة هو اللي هيبدأ بجوار محمد عبد المنعم ولكن أنا بشكل شخصي متفضل محمد هاني هو اللي يلعب بالاعتماد عليه لأنه هو بيجيد أكتر التفاهم مع محمد عبد المنعم وأدى أكتر من مباراة كبيرة في المركز ده بشكل جيد بالإضافة لأنه رامي ربيعة لعب إصاباته كتير ومن الممكن يحصل له إصابة في أي وقت فهيكلف الفريق تغيير ممكن يكلف الأهلي تغيير مبكر هو في غنى عنه كمان هتستفيد في حالة إن محمد هاني هو اللي اللعب ففجوده عمر كمال عبد الواحد على الظاهير الأيمن واستفاد منه في قدراته الدفاعية ضد مصطفى شلبي اللي هو ده تاني أهم عنصر في نادي الزمالك في الوقت الحالي على آخر أربع مطشوط وآخر ثلاث مطشوط مع جوزي جوميز هو العيب بيؤدي أدوار جيدة جدا بيجيد التحرك على الجناح مصطفى شلبي يعيب مميز من وقت ما كان في أمبي لكن الموسم الفات ما كانش بيحلفه التوفيق الموسم ده أداءه كويس جدا بيقدر أن هو يتحرك في عمق الملعب إذا مالك بيشتغل بطريقة أن هو بيبتدي يلعب على عمق الملعب وتحرك الجناحين في الكرات العكسية بمعنى لو الكرة ناحية اليمين والكرة بتتلاقي عرضية مثلا داخل المنطقة بيكون الجناح العكسي أو بناحية الشمال اللي هو يبقى مصطفى شلبي جوه منطقة الجزاء مستني الكرة تجيله علشان يسجل فده بيدي الفريق زيادة عددية أكتر في المنطقة طبعا تزليدات عبدالله شكبالة وعبدالله السعيد وأحمد سازيزو زمالك عنده أكتر من الحل هجومي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي فأعتقد أن الغيابات مش هتكون مؤثرة بشكل كبير في الفرقتين يعني هو ممكن ياسر إبراهيم غياب كبير لأنه هو أكتر لاعب جاهزية وأحسن مدافع في مصر في آخر فترة هو ده اللي هيكون تأثير كبير ولكن الزمالك بعض الغيابات اللي عنده لعيبة لسه صفقات جديدة وما حددش فرصة كاملة في المشاركة طيب بشكل عام يعني نادي الزمالك من أهم الأندير مصري طبعا والحقيقة على مدار الفترة اللي فاتت شفنا تقلبات كثير في نادي الزمالك دلوقتي ابتدأ يلتقد أنفاسه مرة تانية شايف الزمالك هيقدر يستمر يعني إن هو يتزن إلى حد كبير الفترة اللي جاي احنا نتكلم دايما عن النادي الأهلي إن هو مؤسسة نادي الأهلي يساوي مؤسسة كيان بالزبط كده لكن بالنسبة لنادي الزمالك احنا نتمنى إن احنا نشوف نادي الزمالك إلى متزن إلا حتى الفترة كبيرة كل نادي يعني متوقع أنه يبقى في فترة التقلبات بالزبط هو نادي الزمالك طبعا زي ما حضرتك قلت نادي الزمالك من أهم الأندية في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي عاش تقلبات في الفترة الأخيرة ولكن الزمالك في الوقت الحالي هو ماشي بخطة سبتة ابتدى يشتغل بشكل واضح إن أنا عايز صفقات معينة كينا أنا بعيب على إدارة الزمالك في جزئية بسيطة بس إن هو تشتغلوا على صفقات الفريق قبل ما ييجي المدرب وده أكبر غلطة الزمالك بيقع فيها بقاله كام سنة وبرضو جات الإدارة كرارتها إن أنت ما ينفعش تختار صفقات وتفرضها على المدرب في بعض اللعيبة المدربين ما بيقبلوهاش في مدربين ما بيقبلوش اللعيبة الكبيرة زي عبدالله السعيد زي إشكبالة لعيبة كبيرة في السن لعيبة كبيرة كقيمة وقامة ولكن في مدربين بيرفضوا ده ممكن الغلطة الوحيدة هي دي إن هما اختاروا الصفقات وبعدين اختاروا المدرب ولكن أنا شايف إن هما في الفترة الجاية الزمالك ابتدى يشتغل بشكل تسويقي جويس جدا ابتدى يسوق اللعيبة بتاعته وابتدى يعمل حملات إعلانية ده هيساعد الفريق إن هو يحقق مكاسب مادية كبيرة يقدر من خلالها النقد الراضي نورتنا في صباح الخير ونورتنا وشرفتنا سيد عبد الرحمن